من بحر البلطيق شمالا حتى البحر الاسود جنوب اوكرانيا حشود عسكرية وحالة تأهب قصوى روسيا من جهة وحلف الشمال الاطلسي من جهة ثانية وتبادل للاتهامات بين الطرفين واشنطن وحلفائها من الدول الغربية ترى ان روسيا تخطط لاجتياح عسكري لاوكرانيا وهو ما تنفيه موسكو وتطالب بعدم ضم اوكرانيا لحلف الشمال الاطلسي مع سحب الترسنة العسكرية للناتو من حدود الدول المتاخمة لروسيا مختصون في العلاقات الدولية يرون انه لا يمكن ان ترتكب روسيا ما يسمونه الخطأ الجسيم باجتياح اوكرانيا للأسباب التالية روسيا لا تحتاج الى مهازمة اوكرانيا لان النتيجة ستكون سلبية حتى لو سيطرت روسيا على كامل التراب الاوكراني هناك حدود لتحرك الجيش الروسي لان الرئيس بوتين قال ان الشعبين الروسي والاوكراني امة واحدة وبالتالي لا يمكن استعمال الجانب العسكري ضد شعب يعتبره بوتين امة واحدة منطقة دونباز جنوب شرق اوكرانيا والتي يسيطر عليها الانفصاليون الموالون لروسيا سائم مواطنوها الحرب ولا يريدون العودة الى سيناريو عامي 2014 و2015 المفاوضات جارية لكننا نرغب في قرار الان بشأن الاتفاق هناك اوقات يكون فيها الهدوء ثم يبدأ اطلاق النار مرة اخرى ولا نعرف الى اين نذهب لقد عانيت الحرب في عامي 2014 و2015 وتعرضت لاطلاق النار اذا سمعت اطلاق نار في مكان ما او اطلق احدهم النار اشعر بالذار الولايات المتحدة الامريكية اعلنت عن جاهزية 8500 جندي امريكي ضد اي غزو روسي لاوكرانيا فيما تستمر البعثات الدبلوماسية باجلاء اصر الدبلوماسيين من العاصمة الاوكرانية كييف على غرار الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا واستراليا تحسبا لما تسميه واشنطن وحلفائها غزو روسي لاوكرانيا اتهامات من واشنطن باحتمال غزو روسي لاوكرانيا اتهامات تنفيها موسكو لكن العاصمة الاوكرانية تعيش على حالة من الترقب والتخوف محمد الفنيش قناة الغد من العاصمة الاوكرانية كييف